سقوط القدم مرض بيعوق المريض ومرض مزعج لأنه يعطى الوظيفة من وظيف المريض وهي وظيفة المشي خاصة مع موجود درج أو تعالجات في الطريق يعني بيحتاج يرفع رجله علشان ما تحكش أو تخبط في الطريق وتسبب له العرقلة أثناء المشي وعلاج المرض ده يعني بيتدرج طبعا من الأدوية والعلاج الطبيعي ويقول غالبا في حالات كتير إلى الجراحة عايزين نفهم إيه طرق علاج سقوط القدم بعد ما فهمنا أسباب بسم الله الرحمن الرحيم أسباب سقوط القدم كتيرة تكلمنا عنها في فيديو قبل كده رقم 155 وقلنا أنها من أول إشرة المخ المتحكمة في القدم حتى مفاصل الأدم كل دي ممكن تأثر على حركة القدم وارتفاعها إلى أعلى وإذا فقدت هذه الحركة تسمى بسقوط القدم ليس معما أن وجود المشكلة في المخ أو في الأعصاب أو في العضلات أو في العظام أو في مفاصل القدم إنها تؤدي إلى مشكلة سقوط القدم بس اللي هي عدم ارتفاع القدم لأعلى لا ممكن تؤدي إلى عدم نزوله لأسفل لكن لأن وظيفة النزول لأسفل دي غالبا بتتعوض بالجاذبية فالمريض بيشعر بالشكوى بتاعة عجزه عن رفع القدم لأعلى وعلشان كده الكلمة دي تلاقوها هي المشهورة أكتر مع إن الأعاقة ممكن تشمل العجزة عن رفع القدم لأعلى والعجزة عن الدفع لأسفل اللي هي وظيفة أنه يدوس البنزين مثلا أثناء قيادة العربية لكن الوظيفة دي بيعوضها بأنه بيزق برجله كلها بيزق من الركبة والحود فما بتسببش مشكلة زي المشكلة بتاعة سقوط القدم إلى جانب إلى إن مش كل الناس عندها عربيات فدايما تلاقو الكلمة سقوط القدم لكن هي الحقيقة الاعتلال قد يكون في رفع القدم لأعلى وده عصب أو جزر عصب العصب الخامس جزر العصب القطني الخامس أو الدفع لأسفل وده جزر العصب العجوزي الأول وعلشان كده ليهم علاقة بالعمود الفقري لأن المنطقة دي بيكثر فيها الانزلاخ الغضروفي وشرحنا الكلام ده ودور الانزلاخ الغضروفي في سقوط القلب عايزين نقول إزاي نعالج سقوط الأدم أول حاجة عليك سبب ورم في المخ هو اللي عامل سقوط الأدم شيله قطع في عصب وصل العصب العصب الشظوي اللي هو فرع من العصب الوركي العصب الوركي بيتأسم لقصبي وشظوي فده فرع من العصب الوركي اللي هو طالع من الظهر العصب الوركي يطلع جدوره من الظهر يتفرع خلف الرقبة إلى الشظوي والقصبي الشظوي الخارجي هو اللي بيجيب الرجل الفوق فلما العصب ده فيه إصابة مخبوط مخنوق صلح عظمة مكسورة وهكذا أي مشكلة هي المتسبب أن صلح طيب صلحنا كل المشاكل والعصب ما اشتغلش بعد ما اخد البايتامينز وتقوى وإذا كان مخنوق اتحرر لكن الغضروف مثلا كان مهمة لفترة طويلة فلما اتحرر الغضروف برضو القدم ظل صفطا أو العصب الشزوي ده مقطوع وصلناه برضو ما اشتغلش أو مخنوق حررناه ما اشتغلش غالبا لو حررناه يشتغل لو مش مقطوع لكن اللي حصل هل كده انتهت الحلول لا ما انتهتش الحلول بس عايزين نفهم الموضوع كويس اول حاجة في الطب عموما هي الادوية واول حاجة في الادوية هي ما هو بالفم ثم ما هو عن طريق الحقن العضلي والوريدي فبالتالي عليك سقوط الادم اول اعصاب غزيها وثاني حاجة حافظ على العضلات بالعلاج الطبيعي حتى لو العضلات لا يوجد مشكلة خلي بالو انا قلت ممكن مشكلة تكون في الاعصاب في المخ في العضلات في العضل في المفاصل في كل الاحوال بنحب ندخل العلاج الطبيعي ولو لمجرد المحافظة على مورونة الحركة وسلامة العضلات العضلة سليمة بس عشان تفضل سليمة لازم تتحرك ودي ملاحظة مهمة جدا اذا فشلت الادوية والعلاج الطبيعي وازالت السبب في تحسين علاج السقوط القدم حين اذن بنلجأ الى بعض العمليات الوظيفية وكلمة العمليات الوظيفية معناها ان احنا بنعمل عملية ملهاش علاقة بالسبب دي عملية بتغير من تركيب الجسم عشان تحقق وظيفة ومثالها العملات مثلا بنعملها للشلل للرعاش موضوع بعيد بس هو نفس المبدأ بندخل على منطقة في المخ لا يبدو فيها اي مشكلة لكن لما بندخل ونحرقها او ننبهها بنزيل الشلل للرعاش ونحقق نعومة الحركة فبالتالي بنحقق وظيفة عن طريق اتلاف جزء معين من المخ فاحنا عملنا عملية بوزنا تركيب لتحقيق وظيفة بلاش كلمة بوزنا دي خليها ايه غيرنا تركيب طب حنعمل ايه هنا في سقوط الادم بندخل نعمل عملية وظيفية وهي نقل الواتر اللي بيحرك الادم لتحت الى الاوتار التي تحرك الادم للامام يعني الواتر اللي في الرجلة من وره اللي اسمه تندون اكيلس واتر اخيلس الواتر ده بيجيب الرجلة التحت وقالنا الوظيفة دي يعني اذا حسبناها كده هنلاقي اقل اهمية من وظيفة رفع الادم لفوق فبنشؤت الواتر ده وناخد جزء منه نعديه ما بين العضلات عشان يمسك الاوتار اللي بتحرك الادم لفوق يبقى ايزا احنا اشتغلنا على العصب لا اشتغلنا على المخ لا اشتغلنا على السبب اصلا لا ده احنا غيرنا تركيب الجسم ويعتبر يعني احدثنا اتلاف فيه لكنه اتلاف يحقق وظيفة يعني لو واحد دخل كده قطع وطر واحد ده جناية عمل جناية لكن الطبيب حيعمل هنا اتلاف للوطر اخيلس ياخد نصه ويسيب نصه ويوصل النص اللي نقله ده الى الاوتار اللي بتحرك الادم لفوق فانسيط يسميها نقل الاوتار فيبقى ايزا هو عمل حاجة زي السستة ترفع الادم لفوق علشان المريض ده لما يمشي رجله ما تخبطش في السلم ويبقى حقق له العملية الوظيفية طيب رجله هتيجل تحت رجله كده كده بتيجل تحت بالجاذبية وطر اكيلس الضعيف احيانا يكون قادرا على انه هو يجيبها التحت لكن الصادم انه احيانا يكون اقوى من الوطر اللي اتنقل الوطر الاخيلس ده وان كان نص وطر الا انه على طبيعته يعني في مكانه الطبيعي بقد وظيفته لانما النص اللي اتنقل الامام ده اصلا بيشتغل وظيفة مش بتاعته مش متوصل بالمخ مش عارف حكاية ان هو يجيب الادم لفوق هو متعاود ان الاشارة اللي بتروح لأكيلس تجيب الادم لتاحه دلوقت انت بتقول له لا خلي بقى لك نصه هيجيبه لفوق تحتاج الى التدريب وتمرين واحيانا ما تقديش الوظيفة الكاملة دي العملية الوظيفية ما تقديش وظيفتها اذا حصل كده بيكون الخيار الاخير وغالبا ده يعني حاجة بتبقى متأخرة قوي وليل لما بتتعمل وهي تثبيت المفصل على وضع الادم لفوق تخلي المفصل ثابت لفوق الوظيفة دي ممكن اصلا تتعمل من اول بدون عملية جراحية واغلب اللي عندهم سقوط الادم بيعتمدوا على ان هم يركبوا حاجة خارجية تثبيت خارجي للقدم تبقى لفوق رابس دعامة للادم ان هي الفوق على طول ما بيجيبهاش لتحت ويعتمد زي ما قلت لكم على وظيفة الدفع لأسفل عن طريق تحريك الركبة وتحريك الحوق يحرك من ركبته كده يدوس البنزين او يدفع اي شيء عايز يدفعه برجله بكل سهولة وظيفة الرفع الفوق دي تكون معتمدة على الدعامة طب هو متضايق من الدعامة عايز يلبس الاحذية برحته عايز يلبس اي حاجة برحته ومش عايز الدعامة دي يروح زملائنا من طلباء العظام يركبوله مصمر في المفصل ده يثبته الى اعلى وبذلك يكون تخلص من اعاقد سقوط القدم تماما اول سؤال متعلق بينا من سمح سعيد متابعتنا العزيزة تقول كل سنة احضارك طيب يا دكتور وصحة وسعادة يا رب دايما كنت عايزة افهم هل سقوط القدم يقصد به ان وانا ماشي رجلي تفلت يعني كف رجلي يتعوج بيحصل خلل في عدم القدر على التوازن ما نقصدش بسقوط الادم كده ما نقصدش الكعبلة طالما الادم بتتحرك كويس لفوق لتاحت لكن احتمال نحتاج نفحص قوة الادم في الناحيتين زي بعض ولا لا وهل فيها ضعف ولا لا لان فيه حاجة اسمها سقوط القدم الجزئي يعني الادم ضعيفة في الرفع الفوق فهي مفحش سقوط كله مش متدلية يعني لكن ضعيفة فلازم نعرف في الضعف ده هلو ضعف عضلات ولا ضعف اعصاب ولا ايه سببه لكن لو كعبال عادية كده زي ما كل الناس ممكن احيانا عرضا تتكابل مع بقاء القوة وسلامة الاعضاء يبقى فيش مشكلة ثاني سؤال اسماعيل محمود بيقول يا دكتور انا عملت تثبيت فقرات الظهر وحصل صليد وخرضاج وحصل سقوط القدم الشمال وتم نزع التثبيت مع النظافة وفي تزحزة فقار الرابعة والخامسة مع تآكل في الفقرة بعد الشيء وأصبح الألم والوجع شديد ولا استطيع الماشي ولا حاجة فهلي من مخرج واضح ان فيه اصابة حصلت للعصب قد تكون الاصابة دي دائمة وقد تكون مؤقتة وقد تكون بسبب الجراحة وقد تكون بسبب المرض خلي بالكم مش معنا ان هو عمل العملية ان هو في مشكلة في العملية احيانا يكون المرض نفسه هو سبب الاصابة مش حيفرق معنا في العلاج الكلام ده لكن اللي حيفرق معنا هو ما هو الوضع الحالي ما هو السبب حاليا يعني ما هي الصورة التشريحية لو صورنا ظهره مكان المشكلة هل في ضغط ما زال على الأعصاب ولا الضغط ارتفع هل ممكن يظل الألم والتنميل والإعاقة مع زوال الضغط اه لان الضغط ارتفع عن الأعصاب يعني اتشال من الأعصاب وبقت الدنيا واسعة حوالي العصاب لكن العصاب نفسه متأثر من داخله عايز فيتامينز ومغيزيات ومقويات وهكذا وده بيكون أغلب الحالات لكن لو لسه فيه اختناء للعصاب يبقى لابد من توسيعه وإحنا مخنا كأطبة لازم يكون نظرته واسعة يعني مش معنى ان حصلت مشكلة بعد التثبيت انها بسبب التثبيت لنازم منظر نظرة شاملة لان ممكن يكون وضعه أثناء العملية مثلا كان في ضغط على العصاب الشزوي بعيد عن مكان العملية خالص اه واكتشف بالصدفة ان حصل له تجلط في الجبل وليدي فيعمله صفوط القدم طبعا بس هيكون من غير قلم عشان كده ما تعتمدهش على معلومة وانطير بيها لا احنا النظرة لازم تكون شاملة وتمسك جوانج المريض كلها كل اسباب صفوط القدم بتترس في عقل الطبيب ويسميها افطلاق التشخيص مهما كان المريض موجه او بيحاول يوجه الطبيب الى تشخيص معين وانكان هو الغالب الغالب بسبب العملية والغالب ان بيكون مازال هناك اختناق لخان احنا بيكون الاختناق زال والعصب متأثر اما بسبب الضغط لفترة طويلة او بسبب ان الاوعاد ده موايب تاعته حصل لها مشكلة برضو بسبب الضغط لفترة طويلة او احنا بسبب التوسيع لان العصب المخنوق فترة طويلة لما يتوسع على مرة واحدة الدم يروح له مرة واحدة الالم يزيد عامل زي كده واحد في حالة اغماء ومكسور لما يفوق يقول اي لان هو كان مؤهم في حالة اغماء مش داريان بالالم لما العصب جاله الدم يمر بفترة كده عصيبة من الالم ويحتاج الى المهدئات وكده يا اسماعيل تحتاج الى الرجوع على طبيعك اذا كنت مازلت تثق به او تشوف غيره اذا كانت اهزت الثقة لتقييم حالتك ومساعدتك وان شاء الله بيكون الامر بسيطة وتتحسن في اغلب الحالات السؤال الاخير من حد حضرت العنوان اكيد مش اسمع الحمد لله دكتور اللي عنده سقوط قدم بعد عملية الدسكة تتعالج القدم احنا قلنا تتعالج وقلنا العلاج ليس معناه الشفاء في كل الحالات وانما التحسين قد يكون الشفاء وقد يكون عملية وظيفية لتحقيق وظيفة لكن سقوط القدم بعد عملية الدسكة هل تقصد به ان هو بعد ما عمل الغضروف لكن سقوط القدم كان سابق يعني مثلا عندنا حد يكون متابعنا وقلنا له انك محتاج عملية ويقعد صبر على نفسه ويعمل اجراءات ازالة الالم لحد ما يحصل له سقوط القدم فتقصد ان هو ده لو عمل عملية الدسكة اذا ما هتتحرك اذا كنت تقصد كده احيانا بتتحرك لكن الغالب اذا اتأخرت العملية عن 48 ساعة بعد سقوط القدم بيكون التحسن بطيء وفرصته اقل شوية ولا تقصد ان سقوط القدم حصل بسبب العملية يعني ما كانش في سقوط قدم قبل العملية وحصل بسبب العملية فده بيبقى حسب اللي حصل في العملية هل العصب مقطوع؟ وساعتها هيكون الشغلة على تحسين وظيفة القدم نفسها بنقل الاوتر وخلافه ومش هندي فرصة بقى لتحسين العصب لانه مقطوع انما لو العصب متصل وده بيكون اغلب الحالات يعني فبيكون العلاج ساعتها ان احنا بنصبر على العصب شوية وندي له فرصة ان هو يتحسن لان الاعصاب نموها عموما وتعافيها بطيء ارجو اكون افدتكم في الحلقة دي وشكرا للاستماعاتكم